بسم الله الرحمن الرحيم الأقسال المستحبة الأقسال المستحبة منها غسل الجمعة يدلع ذلك ما رواه بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليقتسل ولمسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليقتسل ومنها كذلك غسل العيدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر ومن الأغسال المستحبة الغسل للإحرام والوقوف بعرفة ودخول مكة لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واقتسل ومن الأغسال المستحبة كذلك غسل المستحاضة لكل صلاة لما روى عائشة رضي الله عنها قالت سحيظة زينب بن تجحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة ومن الأغسال المستحبة كذلك الاغتسال من تغسيل الميت فإذا غسل الإنسان ميتا سن له أن يغتسل والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضى ومن الأغسال المستحبة كذلك الاقتسال لإفاقة من جنون أو إغماء أو صرع والدليل على ذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فإنه في مرضه أغمي عليه ثم أفاق فقال أصل للناس قالوا لا هم ينتظرونك فأمر بمأن في مخضب وهو شبيه بالصحن فاغتسل فهذا دليل على أنه يغتسل للإغماء وقيس الجنون على الإغماء من باب أولى فإنه إذا شرع الإغتسال للإغماء فالجنون من باب أولى لأنه أشد من الإغماء أنواع الغسل النوع الأول الغسل الكامل والغسل الكامل هو الغسل الذي يجمع فيه الإنسان بين الوضوء والإغتسال وكيفيته كالتالي أنه ينوي الغسل والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة إنما الأعمال بالنيات ثم يسمي والتسمي على المذهب واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان وذكرنا سابقا أن الراجح أنها مستحبة وليست بواجبة ثم يغسل يديه ثلاثا والمراد الكفان ثم يغسل ما لوثه من أثر الجنابة لحديث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند غسله ما لوثه ضرب بيديه الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم يتوضى وضوءه للصلة ثم يحذي على رأسه ثلاثا ترويه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر ثم يعمم بدنه بالغسل ثلاثا لحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما قال أنه صلى الله عليه وسلم أفاض الماء على سائر جسده ويدلكه ليتيقن وصول الماء إلى جميع البدن ويتيامن بحيث يبدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في ترجله وتنعوله وتخوره ثم يغسل قدميه في مكان آخر هذا هو الغسل الكامل أما الغسل الثاني وهو الغسل المجزي الذي تبرأ به الذمة ويرتفع به الحدث فإنه ينوي ويسمي ثم يعمم الماء على سائر بدنه لقوله تعالى وإن كنتم جنوبا فاتحروا وهناك مسلونات في الغسل ومن المسلونات التسمية البداية بغسل الكفين الغسل ثلاثا البدء بالجانب الأيمن قبل الأيسر أن لا يسرف في الماء ويتوضى بقدر الصاع ولا يمكن في هذا الوقت تقديره حيث أن الإنسان يصب الماء على بدنه وربما يسرف فيه وهذا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم فلا يسرف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف ويسن كذلك للجنوب أن يغسل فرجة وأن يتوضى وضوءه للصلاة قبل أن يعمم ماء على سائر بدنه وله كذلك أن يدلك بدنه حتى إن كان هناك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فيزيله بالدلك مسألة إذا نوى بغسله رفع الحدثين الحدث الأكبر والحدث الأصغر فهل يرتفعان؟ الجواب نعم إذا نوى بغسله رفع الحدثين أجزاء ذلك وارتفع والنية في الغسل لها حالات الأولى هو الحال الأولى أن ينوي رفع الحدثين جميعا فيرتفعان كما ذكرنا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولأن الحدث الأصغر يدخل تحت الحدث الأكبر لأن هناك طابط كل عبادتين من جنس واحد إذا نوى يدخل أو تدخل الصورة تحت الكبرى الثانية أو الحالة الثانية من حالات النية أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ويسكت عن الأصغر فظاهر الكلام المؤلف رحمه الله صاحب الزاد أنه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وهو لم ينوي إلا الحدث الأكبر الحالة الثالثة أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالوضوء وارتفاع الحدثين جميعا كالصلاة فإذا نوى الغسل للصلاة ولم ينوي رفع الحدث ارتفع عنه الحدثان لأن من لازم الصلاة الطهارة فلابد أن يرتفع الحدثان حتى تصح الصلاة هذا والله أعلم وأحكم